أهلا بكم إلى الساعة الثانية من جولة الظاهرة من استوديوهات الغد في لندن قال وزير الدفاع الإيراني أن الرد على اغتيال فخر زادة سيكون قاسيا مؤكدا أن اغتيال زادة لن يوقف البرنامج النووي لإيران بل سيسرع من وطيرته من جهته اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اتهم إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق بالضلوع في اغتيال العالم النووي محسن فخر زادة وأضاف شمخانيا أن السلاح المستخدم في عملية الاغتيال صنع في إسرائيل بينما تتواصل النقاشات في إيران حول طبيعة الرد على عملية اغتيال العالم النووي محسن فخر زادة التي أشارت طهران إلى أن إسرائيل هي من تقف وراءها خرج وزير الدفاع الإيراني ليؤكد أن عملية اغتيال فخر زادة لن تمر دون رد وأنه ستتم ملاحقة مرتكبي الهجوم مشددا على أن اغتيال فخر زادة لن يوقف البرنامج النووي لطهران بل سيسرع من وطيرته تصريحات المسؤول الإيراني تتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية عن أن السلاح المستخدم في اغتيال فخر زادة يحمل شعارا ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية كانت محاولة اغتياله متوقعة لكن التحذير لسخبرته كان قائما لمدة عشرين عاما وللأسف لم يتم اتخاذ إجراءات بالجدية اللازمة ونجحوا هذه المرة كان هناك العديد من العمليات التي تم إحباطها في الماضي ولم يتم الإعلان عنها يأتي ذلك بينما شيع الإيرانيون جثمان فخر زادة مؤسس البرنامج النووي العسكري والذي اغتيل الجمعة الماضية عبر تفجير وإطلاق نار استهدف سيارته بضواحي طهران ودأب قادة إيران على اتهام إسرائيل باغتيال فخر زادة بمن فيهم الرئيس حسن روحاني الذي قال إن إسرائيل تسعى بهذا الاغتيال لإثارة الفوضى وأعاد اغتيال محسن فخر زادة فتح باب النقاش بشأن التزامات إيران النووية بينما قد يزداد الوضع تأزما بعد بيان لمجلس الشورى الإيراني يدعو إلى منع مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد لنقاش هذا الموضوع رحب ضيفي من طهران السيدة الصالح القزويني المخلل السياسي ومن واشنطن السيدة روانة الجولة الباحثة السياسية مرحبا بكما أبدأ من طهران معك سيد الصالح إذن إيران تقول أو تشير بأصابع الاتهام لإسرائيل ويقول بعض المسؤولين رفعيين المستوى فيها بأن الرد سيكون حتميا هل هو كذلك فعلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أخي الكريم وعلى ضيفتك وعلى كل المشاهدين فيما يتعلق بالرد بكل تأكيد أن إيران سترد على هذه الجريمة النكراء لأنها قضية مواطنيها قضية سيادتها قضية مصالحها قضية مؤسساتها هذه كلها خطوط حمراء إيران لن تتهاون فيها مجرد أن يكون هناك اعتداء خاصة على المواطني الإيراني فما بالك بمثل هذا الإنسان عالم نووي على مستوى رفيع تطاله يد الغدر بالتأكيد أن إيران ستنتقم وسترد بعنف عنف أما فيما يتعلق بإسرائيل ووقوفها وراء الحادث تعلمون أنه هناك الكثير من المؤشرات والدلائل التي تشير إلى تورط إسرائيل في هذا الموضوع أولا في مقدمة هذه الدلائل إن كنتم تابعتم لكل الأحداث التي تجري على إيران ويتم الاعتداء فيها على إيران تبادر إسرائيل وتنفي علاقتها بمثل هذه الاعتداءات خاصة في قضية الشهيد سليماني في قضية تعرض الطائرة الإيرانية لإزعاج من قبل مقاتلات فوق الأجواء السورية نرى أن إسرائيل بمجرد أن يقع هذا الحدث تعلن وتنفي علاقتها بمثل هذه الأحداث ولكن حتى الآن لم تصدر أي بيان لم تعلق بل على العكس من ذلك رأينا أنه كيف أن الفرح والسرور ينتشر في كل أجواء سوريا أضف إلى ذلك التصريحات التي أدلى بها مسؤول إسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز عندما قال على العالم أن يشكرنا على قتل هذا العالم هذا العالم لو كان قد بقي لصنع القنبلة النووية بالتالي نحن بما معناه أنه نفخر بهذا العمل وعلى العالم أن يشكرنا بالتالي هناك العديد من المؤشرات التي تشير وسأود وأسألك بعد قليل سيد الصالح إن كان فعلا بالإمكان البناء على هذه المؤشرات التي تقرأها طهران في حال الذهاب لأي ردود إن جاءت هذه الردود لكن قبل ذلك سمح لتابل واشنطن لسيد روان سيد روان مرحبا بك معنا وفق المعطيات القائمة وقراءة المزاج في طهران وردود الفعل حتى اللحظة على ما جرى ما المرجح ما الخيرات المتاحة من طهران باعتقادك هل تأتي أي ردود فعلا على ما جرى نعم تحية لك ولضيفك وللمتابعين هذا الحدث لا يختلف عن مقتل قاسم سليماني ولا عن قتل باقي الاغتيال باقي مختلف أو عدة علماء في هذا المجال ولا نعتقد أو لا أعتقد أنا شخصيا ولا حتى هنا الدوائر في واشنطن أن هناك سيكون أي رد من إيران وإذا وقرأنا خلال عطلة الأسبوع الردود من إيران ومن تويتر حساب وزير خارجية وجواز ظريف هم بانتظار الإدارة الجديدة ينتظرون الدبلوماسية وحتى الرسالة إلى مجلس الأمن وهي الرسالة الرسمية التي قدمتها إيران لم تلوح باستخدام العنف أو الانتقام ولكن قالت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين وعلى الأقل في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط نعلم ماذا ذلك الأمر لا أعتقد أنه سوف يكون هناك أي ردة فعل تهرم بانتظار الإدارة جديدة حتى كان هناك غزل من شخصيات محسوبة على إدارة بايدن الرئيس المنتخب إن كان جاف سوليفن وحتى رئيس الاستخبارات السابق برينن تحدثوا عن أن هذا الاغتيال أدانو وقالوا أن هذا الاغتيال سوف يقود الجهود التي سوف تؤدي إلى العودة إلى الدبلوماسيا وطاولة المفاوضات أعتقد أن إيران تعول الآن على الإدارة الجديدة والعودة إلى الطاولة المفاوضات أو العودة إلى الاتفاق النووي بدون المفاوضات ولكن أيضا هذا رهن موضوع الانتخابات في إيران السنة المقبلة في شهر السالس سيد الصالح هناك من يرى بأنه من المرجح أن تنضي طهران في ردود فعلها على مجرى وعلى هذا الاغتيال لأن تحاول مراكمة مزيد من الإذانات الدولية لمجرى وأن لا تنضي لأي خطوات من شأنها فعلا إفساد أي علاقة منتظرة ومرتقبة بين طهران والإدارة الأمريكية الجديدة ألا ترى بأنه هذا السيناريو ربما يكون هو الأكثر ترجيحا هناك الكثير من السيناريوهات وما يقال حول الموضوع بما في ذلك ما تتفضل به هناك الكثيرون يطلبون من إيران بعدم الرد والتريث وانتظار انتقال بايدن إلى السلطة وتسلمه للحكم خاصة أنه من المؤشرات التي تحدثت عنها قبل قليل أنه أحد المنتفعين من هذا الاغتيال إسرائيل لكي تعرق عودة العلاقات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية يعني إذا قامت إيران بالرد والتصعيد فعند ذلك ربما في ظن المسؤولين الإسرائيليين أنه هذا سيعرق العودة الاتفاق إنه وهو بالتالي يخدم المصلحة الإسرائيلية ولكن دعني أقول لك شيئا أخي الكريم وهو أنه إيران إذا ردت فلن ترد بشكل عمني كما حدث في قضية الشهيد السليماني عندما ألقت بصواريخها على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق لا ليس كذلك يعني الرد لن يكون علنيا ولن يكون معلنا ولن تحدد إيران إيران حتى الآن حتى الآن تتريث تتريث على قضية قضية دفن الشهيد الشهيد بما أنه اليوم دفن فعلينا أن نترقب من الآن فصاعدا قضية الرد لأنه قبل أن يدفن إيران كان من المستحيل أن ترد ولكن كما كانت في تجربة الشهيد سليماني أنه بعدما دفن إيران ردت يعني بعد ساعات من دفن الشهيد سليماني إيران ردت على القوات الأمريكية لذلك نعتقد أنه علينا أن نترقب من الآن فصاعدا الرد وليس عما كان في الأيام الماضية سيد روان حال فعلا انمضت طهران لأي من التحركات المباشرة أو غير المباشرة على الأرض في إطار محاولة الرد على مجرى إلى أي مدى قد يشكل هذا بالنسبة لفريق بايدن الجديد ربما إفسادا لأي مناخ بالإمكان البناء عليه ووضع العقبات الكبيرة والثقيلة أمام أي جهود تحاول الدفع مجددا بموضوع الاتفاق النووي للأمام نعم أريد أن أذكر ضيفك أن من المضحك جدا الموضوع أن إيران ردت على مقتل قاسم سليماني بإطلاق صواريخ فارغة الرؤوس يعني كم صاروخة على القاعدة الأمريكية وبالغلط أيضا أسقطت طائرة كندي اعتبرتها أنها طائرة يعني ليست طائرة مدنية إذا هذا هو الرد الذي يتوقعه ضيفك فلا أعتقد أنه يرتقي إلى الرد على المستوى الأمريكي ويعني على الأقل في واشنطن لا يتم اعتباره ردا ولا يعني أبدا هناك أي توقع أن إيران سوف ترد لا عند الدفن ولا بعد الدفن لأن سلسلة العقوبات التي كانت هي السياسة القصوى التي اتخذتها إدارة الترامب نشفت من المياه ونشفت من الموارد التي يعتمد عليها الحلس الثوري الإيراني في تمويل عدة مدن وزعزعت عدة عواصم عربية لذلك هذا السكوت لأنه يرغبون بالعودة والعودة لذلك من غير من المستبعد أن يكون هناك أي رد أما فيما تعلق بإدارة الرئيس المنتخب بايدن لقد قامت الإدارة الحالية وسوف يكون أيضا هناك نوع من العقوبات الجديدة يتم ربطها ليس فقط ببرنامج إيران نوعي لكن ببرنامج الصواريخ الباليستية وموضوع حقوق الإنسان وكلها يتم ربطها مع الكونغرس سيكون من الصعب جدا على أي شخص في البيت الأبيض العودة إلى الاتفاق النهوي الجديد سيكون هناك مفاوضات جديدة ورفع العقوبات عن إيران سيكون بصعوبة مماثلة لرفع السودان عن العقوبات وسيتطلب العديد من التنازلات من إيران ولكن أيضا لا ننسى أن خلال أربع سنوات تم توقيع الاتفاق الأبراهيمي عدد دول عربية مع إسرائيل أصبحت حدود إسرائيل للمواجهة مع إيران وثلاثين يمكن نشرها في البحرين لذلك نسمع الآمن طهران أن إسرائيل هي وراء هذا التفجير وليس من المستبع أن يكون حلس الثور الإيراني هو وراء هذا التفجير أو هذا الاغتيال سيد الصالح هناك في طهران على أكثر من مستوى سياسي وبرلماني يتحدث عن الرد على مسار المضي للمزيد من خفض التزامات طهران بالاتفاق النووي وحتى ربما المضي لرفع منسوب تخصيب اليورانيوم لنسب مرتفعة أكثر وكذلك حتى وضع حد أو وقف لأي عمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هل بتصورك حل مضى الطهران لهذا الخيار هل هي قادرة في ضو هذا المناخ والانتظار والتعويل على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن هل هي قادرة على المضي لخطوات من هذا القبيل وكذلك قادرة على تحمل أعبائها قبل أن أجيب على هذا السؤال فيما يتعلق بما تحدثت به ضيفتك أعتقد أنها تريد أن تقلل من شأن الضربات دع الصاروخ سقطوا على موقع أمريكي في الوقت الذي لم يكن أحد يتجرأ أن يقول للإدارة الأمريكية على عينك حاجب هذا أعتقد أن هذا ضرب قاصمة مدوية مزلزلة للإدارة الأمريكية وبالذات للرئيس ترامب ثم عليك أن تضحك على رئيسك ترامب الذي قال الذي قال أننا حددنا أربعين موقع سندمرهم فيما إذا ردت إيران على اغتيال الشهيد السليماني لماذا لم يرد ترامب على هذه الضرب وهذا الجرأة القوية أما فيما يتعلق بسؤالك بالتأكيد أن ما أقدم عليه مجلس الشورى الإيراني البرلماني الإيراني كانت خطوة جريئة للغاية أعتقد أنها توجه بالذات رسالة قوية للطرف الآخر وخاصة الإدارة الأمريكية أنها إما أن تعود بشكل كامل إلى الاتفاق النووي وإما أن نحن ماضون في التخلي على الاتفاق بشكل كامل وخفض التعاون معلوك الجديدة والتعويل والترقب على إمكانية إعادة المياه لمجريها بالاتفاق النووي وفق هذا المناخ هل طهران التي أيضا تأنت تحت وطأ العقوبات قادرة على وضع هذه الشروط التي تشير لها أخي الكريم دعني أقول بصراحة أنه رغم ما تسميه الغزل والكلمات مع الإدارة الأمريكية لكن حتى الآن بايدن لم يحرق ساكنا حتى لم يطلق تصريحا واحدا تجاه الاتفاق النووي هل سأعود الاتفاق النووي أم لا يعود الاتفاق وغير ذلك الغموض يكتنف كل تحرك الرئيس الأمريكي المنتخب لذلك بالإضافة إلى قضية أنه إيران تريد أن توجه رسالة لعموم الغرب أنه إما أن تعودوا بشكل كامل إلى الاتفاق النووي أو أننا سوف نغادر لأننا لم نحصل على أي شيء من هذا الاتفاق سوى الضغوط وسوى التفتيش المستمر وحتى قضية هذه عملية الاغتيار تعلم أنه أخي الكريم أن إيران قدمت صفحات تصل إلى خمسة آلاف صفحة عن برنامجها النووي وأسماء علمائها ولذلك أنهم يشكون أن الذي سرب المعلومات عن هذا العالم النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذن إيران لم تحصل شيئا من الاتفاق النووي سوى المزيد من الضغوط والتهديد وتكثيف التفتيش على المواقع النووية وأحيانا حتى العسكرية بالدقيقة الأخيرة سيدة روان حلمض الطهران للمزيد من الخروقات الاتفاق النووي ماذا يجعل هذا من مهمة الرئيس المنتخب الجديد حال أراد على الأقل التخفيف من وطط العقوبات تجعلها مستبعدة على ماذا المنظور أريد أن أذكر ضيفك والمتابعين أنه حصل الطهران من الاتفاق النووي من خلال أوبابا على 100 مليار دولار كاش وبهذه الأموال تم تمويل الميليشيات المدعومة الحرس التوري الإيراني ما تريده الإدارة الأمريكية وما تريده واشنطن هو خفض وتقليل قدرة إيران على الحصول على السلاح النووي تريد طهران الحصول على القدرة النووية للحلول السلمية ولا هذا الأمر لا تريده كل من واشنطن وتل أبيب شكرا وقت هذا ملف انتهى من واشنطن البحث السياسي سيدة روان رجولة ومن طهران السيدة صالح القزويني المخلل السياسي شكرا جزيلا لكم شكرا